ازايك يا أستاذ سلمي يا رب تكون أحسن النهاردة بعد ما شفتك بقيت أحسن والله أنا حاسة بالزنب من ساعتها زنب انت ربتي فيها الروح انت مش عارفة انت هم انت فيهاي ما تجربت انت جايش عاريك عرهورة حاسة اني بقى شكلك أحلى متأكد انها مش عاربتك لا متأكد غريباً نشيف عفيفي ده فوق صحفي فاهم ومثقف زي واحدة نصابة زي ما حدي تبحك عليه إلا بقى لو كنات عارفة من زمان وليت المعلومات غلطة عننا عشان يصدقها بس هي عتعمل كده ليه واستسلمان لما كنا مع بعض قبل ما حضرتك تدعب كنت ديتني شيك بمليون دولار حضرتك فاكر حاجة زي كده انا مش بقرة في فريدة اعتملك الشيك ده بكنا جرطتي بس حضرتك ما تعرفنيش كويس وبعدين ما شفتنيش إلا كمر يمكن بقى الموت بيعرف الناس ببعض كويس بس طب ممكن أعرف الشيك ده مقابل إيه أنا عاوز أكتب مذكراتي مع لسي ما أنا حاس أن أنا مقصر معها والخطوة دي كنت مفرد أخدها من زمان بس كل الشيء بقى وان بقى يسلع عالم كله يعرف حكايتنا وعاوزك أنت تكتلي المذكرات دي بس أنا ما عنديش وقت وانا خلاص حجزت تذكرتي والصفرة كمان إيه دي كل الكلام ده الصفر الكري والتذكرات الكريب لي واعتبلي إن ده شغلك الجديد بس أنا ما عنديش أي خبرة في كتابة المذكرات والحاجات دي بس حاسيتي بيا وعيشت الموضوع معايا أنا هندردش مع بعض واللي هتكتبيه يبقى أصد حجز الصحفي صيغه هو بطريقته ها؟ هي رأيك؟